طيب لو معنا أمير يا شباب جاهز ولا لسه؟ طيب عندنا مفاجأة برضو من المفاجآت اللي بتبقى معنا كل يوم الحقيقة زميلنا أمير هشام وموفة قناة النادي الأهلي عمل لقاء هام جدا مع أحد النجوم القادمة للنادي الأهلي النجم الكبير طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر قال على النادي الأهلي ايه وكيفية الاستعدادات وكل هذه الأمور هنطلع نشوف طاهر محمد طاهر قال ايه لزميلنا أمير هشام ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة يا طاهر برحب بيك البداية عشان شكونات الأهلي حبيبي أهلا بيك وتحية لكل جماهي بالنادي الأهلي في جميعا نحايا العالم طاهر انت صفقة جديدة في النادي الأهلي لكن ده مكتب شكل سريع جدا مع الفرقة وبالتالي داخل على تحدي صعب جدا تتحس العالم للأندية فإزاي بتبص البطولة دي وإزاي بتفكر في أول مباراة ما بدي حلقة طبعا يعني حاجة جديدة انت تبقى بقى لك بس شهرين في النادي الأهلي أو كمان أقل يعني وتكون دلوقتي بتلعب كسر العام للأمبية دي حاجة كبيرة يعني وحاجة أنا كنت عارفها من قبل كده ان النادي الأهلي دايما على طول بلعب بطولات سواء محلية أو عالمية طبعا أحساس ان أنا أكون متواجه هنا حاجة كبيرة جدا يعني حاجة أفتخر بيها ومستعدين يعني نحن نقدي إن شاء الله بشكل كويس طبعا أول مباراة مش تبقى سهلة نركز على المباراة بتحديد مباراة الدحيل لأن هي العقبة الأولى بالنسبة لنا بتشوفوا الفرقة دي ازاي تبعتوها ازاي انت بعضتكم عنها ايه؟ موحنا مش يعني دي الفرقة الوحيدة اللي بنتخرج عليها دلوقتي يعني احنا كل الفرق دلوقتي يعني نجب نبص الله احنا مركزين في مطش الدحيل وبالفق يعني بدأنا إن احنا نتخرج عليهم من قبل ما نيجي قطر وعرفنا النوات الضعف ونقاط الكوة عندهم بيشتغلوا بيها ازاي فمستعدين يعني إن شاء الله من الكوة دا نحن نقدم حاجة كويسة وإن شاء الله يعني نسهد الجماهير اللي موجودة هنا حتى الجماهير اللي في مصر نستنيعنا ونعمل حاجة كويسة لنا يعني إن شاء الله بخلاف بقى المباراة والمباراة الدحيل وكلامة عنها لكن جمهور النادي الأهلي بيعقد آمال كبيرة جدا دايما على طهر محمد طهر بتستقبل ازاي السكة الكبيرة دي من جمهور النادي الأهلي في قدراتك كلاعب في الحقيقة مميز جدا وتتألق مع منتخبات الوطنية ومؤخرا كانت تتألق مع النادي الأهلي بشكل مميز بخلاف تعلقك والمبهر مع الموين العقب طبعا حاجة يعني تبسطني جدا إن كنا الجماهير اللي حتى أمال عليها بس هو مش أنا بس يعني وإحنا بنشتغل كمجموعة من أول مدير الفني باللعيبة كلها حتى اللي بيلعب أو اللي مبرعبش طول ما المجموعة كويسة طول ما المجموعة قريبة من بعض طول ما النجاحة بقى عب كل يعني مش لاي أنا بس دايما بيبقى فيه التفكير إن طاهر يقدر إن هو يحقق يعني نتائج بتحديدا جيدة أرقام بالنسبة له وبنسبة للفرقة تكون إجابية تركيز مع طاهر كبير قوي ضغوط بالنسبة لك ولا تتعامل مع الجزئية دي زي ده؟ نا خالص وأنا من ساعة ما جاءت النادي الأهلي وأنا يعني حابب إن أنا أعمل حاجة مع الفرقة السنادي وإن إحنا نكون يعني واخدين كل البطولات وده الهدف الرئيس يعني أنا بحاول إن أنا أشتغل المجموعة مش مش بصص على حاجة فردية يعني أنا باشتغل من أجل المجموعة ومن أجل النادي فده أطموح يعني نرجع بقى خطوطين نورة كده قبل ما تتعاقل مع النادي الأهلي وكان دايما التقارير بتربط ما بين تعاقل النادي الأهلي وطاهر محمد طاهر اندمامك للفريق ودايما انتقال ده كان بيتأخر لحد ما تم مؤخراً أثيراً بشكل رسمي إيه اللي كان بيحصل بك هذا لسه في كما كانتش بيتم بدري نعم أنا اتكلمت في الموضوع ده كتير يعني وشراحت الموضوع ده كذا مرة فإن مسألة وقته ومسألة أنا لما حسيت أن أنا فعلاً دي ده الوقت اللي أنا مفروضة بقى فيه في النادي الأهلي الرغبة كانت موجودة أولي أوه كانت موجودة بالضبط تمام تموحك بقى مع النادي الأهلي خلال الفترة الجاية تبتدي بطولة كبيرة جداً خدت كاس مصر مع النادي الأهلي أول بطولة خدتها في يومين بعد ما جيت داخل على طولة بقى مهم أول طول كاس العالمي بتفكر كيف تلك البطولة وحجم التحدي اللي أنت موجود بالأهلي ما هو زي ما انت قلت يعني أنا أول يومين ليا كان كاس مصر والحمد للله إحنا قدرنا نخذه دي كانت أول بطولة ليا مع النادي الأهلي ودي كانت أول بطولة محلية دلوقتي إحنا في بطولة عالمية ومش أي بطولة يعني يعني ده يعني حلم أي لعيب كوراً يكون بيشارك في بطولة زي دي فالحمد لله إن الحلم ده تحقق وإن شاء الله يعني هقدر يعني هبز الأقصى وجهدي إن أنا إن شاء الله عمل حاجة كويسة يعني تبسط الجماهير وتبسط الناس وتبسطنا إحنا كالعيبة يعني إنه حاجة كويسة في كرير أي واحد إنه مش بس إنه يشارك لأ إنه يشارك وحقق مركز كويس وده يعني هنحاول إحنا نعمله إن شاء الله في بطولة كاس عاملان بها في قاتل إن شاء الله استقبال الجمهور بقى والنقطة دي دايماً ده بحب بركز عليها مع العيد النادي الأهلي بتشوف إزاي استقبال الجمهور ليكم هنا قبل المجراءة الأولى بإذن الله في البطول لأ حاجة يعني حاجة حلوة طبعاً شعرك كان إيه ساعتها؟ هل أنت بتشوف الكامل الهائل من الجماهير قدام المطار؟ وبعدين في الطريق لغاية لما وصلت الأوتيل وقدام الأوتيل كمان عدد كبير جداً من الجماهير كانت موجودة يعني حكيلي إحساسك وشعرك ما شفت المشهد؟ هو مشهد جميل طبعاً بس أنا يعني في البص حتى محمد هاني بيقضوا رائع وأنا عملا أتفرج عن منظر كان بيقول لي إنه ده ولا حاجة لما قال لي كده حسيت إنه الموضوع لا ده فيه أكتر من كده يعني بالنسبة لي ده كان ممكن يكون أول مرة شوف المنظر ده بالنسبة لي بس لما قال لي كده حسيت إنه لا ده فيه المنظر ده ممكن يبقى دعف كده يعني أكتر بكتير جداً فلا طبعاً حاجة جميلة أن أنت أي حتة بتسافرها أي بلد بتروحها بيبقى فيه دائماً جماهير مستمعك وجماهير مش قليلة جماهير كثيرة يعني أنا كنت فاكرا بطولة من غير جماهير يعني في الأول كنت فاكرا بطولة من غير جماهير جور تلاتين في المائة من ساعة الاستاد وبالمنظر اللي احنا شوفنا ده عدد الجماهير ما شاء الله الأهلوية هنا كتير جداً فممكن تلاقي تلاتين في المائة أصلاً أهلوية يعني في الملعب بالزبط وهي كاسة عمنا عندها بيبقى دائماً يعني على مدار السنين لما كنت أتفرج دائماً يعني عدد الجماهيري الأكبر كان بيبقى في أمريكا اللاتينية دائماً الجماهير بتيجي مع فرقها بس أنت هنا يعني في مصري كتير وفي أهلوية كتير يعني الحضور الجماهيري أظن أيضاً يعني بالأكتر الأغلبية للأهل ناسبت أن أنت بتقولك وتتفرج على مقشاط كاس العامل الأندية قل كواليس متابعتك لمباراة الأهل في بطلاق كاس العامل الأندية المختلفة الأهل الشركة قبل كده فامس مراد دي المرة رقم ستة أي أكتر مباراة ما تنساش أو أكتر بطولة كاس عامل الأندية ما تنساش بالنسبة النادي الأهل يجيب منك أهلاوي كنت بتابع الفريق منتظر هي الأكتر واحدة تفرجت عليها كتاعة اليابان عشان كان دائماً لا أنا مش فاكر بالزبط بس كان الفاكر اللي هي خلنا فيها ثالث عالم مش فاكر 2006 دي كان دائماً يعني بتصوضف أن أنا بأنازل رايح المدرسة فهي كتبقى في نفس التوعيد تقريباً بتعمل إيه بقى لما أنت رايح المدرسة ومطش الأهلي مثلاً شاهدين دائماً كنا بنتفرج عليه يعني كان دائماً معنا على التليفون بنجيبها على التليفون ما نتفرج عليه حتى لو راحنا المدرسة وماش لسه شغير كنا بنتفرج عليه يعني فدي كتا أكتر كاس عامل دي أنا في كده دافع بالنسبة لك أن أنت تبقى متواجد في النادي الأهلي عشان تعيش اللحظات دي من داخل الملعب مش بس من أمام شاشات التلفزيون؟ أكيد طبعاً أكيد طبعاً يعني أنا زي ما قلت لك أنا إن شاء الله يعني حابب أن أنا أعمل حاجة كبيرة مع النادي الأهلي ويبتبعاً في كل البطولات يعني مش في فاس المعلمين دي بس حجم الإنسجام ما بينك ما بين لعاب النادي الأهلي بالتالي أكيد كان لك لعبين قريبين منك قبل ما تنضب من النادي الأهلي قول لي مين أقرب اللعبين يكي؟ لا والله فيه كتير يعني أنا في منتخب الليمفي في كذا لعيب معي منتخب الأول لما روحت برضو قابلت عدد كبير من اللعيبة فلا فيه مجموعة كتيرة يعني من اللعيبة أنا قريب ليهم في الفريق بش واحد بس طموحك بقى مع النادي الأهلي خلال الفترة دي يا طهر بيتفكر إزاي في مستقبالك مع الفريق وإيه أبرز الأهداف اللي أنت بتحاول تحققها؟ أنا كل تفكيري اللعتي وتركيزي في كاسة عاملة عندها إن شاء الله نعمل حاجة كويسة وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة كويسة للفريق وأول ما بطولته تخلص هنرجع يبقى في دوري في أفراكيا وساعدها يعني نقفل صفحك كاسة عاملة عندها ونفكر في اللقاء يعني بس كل التركيز الوقت كاسة عاملة عندها أسألتك بقى الجمهور النادي الأهلي اللي عنده ستتبيرة كدداً في طهر وحاجة بتقولونه أنا طبعاً بشكرهم الأول على السكة والحب اللي هم بيدهول يعني وإن شاء الله يعني نقدر نفرحهم في البطولة دي والبطولات التانية إن شاء الله بيستيشن أهور؟ ما فيش حد بيعرف يا رعب أنا سبت مين مبارح رجي بلاش بلاش على هذا موقتي يعني فيه كذا واحد بس بلاش نفضحها تايك كبيرة هسكور اه بس كورك سكراً جداً الحقيقة محمد طهر من اللاعبين الهاديين جداً اللي بيعرف يسيطر على طريقته حتى طريقة كلامه الحقيقة طريقة جميلة جداً أنا بحب طهر جداً الحقيقة وبيكسب كل الناس في البلاي ستيشن عايزة بقى لعبوا مباراة على الهواء هو بس إن شاء الله بكرة تعدي المباراة ويرجعوا بالسلامة وتعدي المباريات القادمة ويرجعوا بالسلامة وبأتكلم معاه في هذا الموضوع إن احنا نلعب مباراة وهو في البلاي ستيشن مع إن أنا مش لعيب قوي في موضوع البلاي ستيشن ده لكن ماشي عموماً طهر الحقيقة بيتكلم بطريقة جيدة جداً وبأسلوب جيد جداً وده بينطبق عليه في الملعب بالمناسبة اللعب اللي بتلاقيه هادي برا بتلاقيه في الملعب ممكن يكون هادي أو شكله بيبقى هادي ولكن فايتر بيدافع بشكل جيد وبيهاجم بشكل جيد طهر محمد طهر من نوعية اللعبة دي من نوعية اللعبة الهادية أو الشكل العام بتاعه بيباني إن هو هادي ولكن بيموت نفسه بيدافع في كل مباراة شفتوا في المباراة بيرامدز إيه اللي حصل فيها وشفتوا في المباراة اللي قابلها واللي قابلها اللي لعب فيها طهر محمد طهر كان بيؤدي بشكل رائع جدا الحقيقة هو وكل لعبة النادي الأهلي هتقول لي أنت عايزينك تتكلم على كل اللعبة أنا مش هتكلم زي ما قلت لحضراتكم أنا مش هتكلم على حد النهاردة النهاردة النادي الأهلي عندنا 23 لعب مقيادين في القيمة المونديال الأندية وبالتالي أي حد أنا بالنسبة لي كل ثقة ومتأكد أن ده أيضا شعور كل جمهور النادي الأهلي أنا بالنسبة لي متأكد وعارف أن أي حد من الثلاثة وعشرين حيلعب حيبقى كويس حيموت نفسه حيحاول أنه هو يكسب هذه المباراة بكل الأشكال وبكل الطرق وبالتالي المسندة اليومين دول أو النهاردة لغاية بكرة إن شاء الله قبل المباراة هتقول لي إسلام أنا حساند إزاي حضرتك تساند النادي الأهلي عن طريق السوشيال ميديا عن طريق أن أنت تبعت لكل اللعيبة على صفحتك وخد بال حضرتك أن كل اللعيبة بتقرأ كل جمهور الأهلي بيكتبوا لأنه في النهاية وأنا بالعب كرة ليه؟ أنا بالعب كرة عشان أنا عندي جمهور في دهري بيسندني جمهور دايماً واقف ورايا مش مليون ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين ولا تلاتين أنا عندي سبعين تمانين مليون أهلاوي واقفين ورايا في كل حت هو ده الأساس وهو ده المطلوب وهو ده اللي احنا دايماً بنشتغل عليه